لأننا كمان كلمناكم عن اللاعب الأهلي وخصوصاً السلية فعادت الطيور إلى مكانها وعاد عمر السلية وعاد كل اللاعب الأهلي زي ما أنتوا شايفين كابتن محمد الشناوي اللي أكيد حيكون فيه وقفة بمناسبة عيد ميلاد وبنقول لكم لسه أنت طيب وأيضاً أكرم توفي وعيمان أشرف وحمدي فتحي محمد شريف وقفشة وكل لاعب النادي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر دي صور حصرية لقناة النادي الأهلي وعمر السلية طبعاً كنت بدأت به أكيد بنشوف معانا على الشاشة عودة لعب الأهلي في صور ولقطات حصرية وخاصة لقناة الأهلي اللي معوداكم دايماً أن هي في الحدث لحظة بلحظة وأيضاً حمدي فتحي كالعادة بنخليكم تعيشوا الحدث جميل جداً والعودة مهمة جداً والاستقبال كمان اللي حصل من الجهاز الفني كان استقبال رفع الروح المعنوية وعجبني اللقطات اللي أنا شفتها تحديداً بين اللعبين أفشة، عمر السلية، الشناوي، كباتن الفريق وهم خاصةً يعني لأن أفشة ومحمد شريف والسلية ممكن يكون يعني الحالة المعنوية مش بالقدر الكافي لكن إن شاء الله بيت سمسماني قادر على علاج الأمور اللي زي دي وإن شاء الله يكون اللعبين في حالة بدنية جيدة والبال ممتازة لأن لعبي النادي الأهلي في منتخب مصر كانوا الأكثر إجهاداً صنائية حمدي فتحي عمر السلية مشاركة جبيرة محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي لعب كل المبريات وزي ما حرقكم شايفين كابتن ساد عب حفيز وكابتن سامي أمصان واستقبال نجوم الكرة القدم المصرية لأن الأمانة إذا كان فيه تجربة أيضاً استفدنا منها من بطولة كاس العرب فأكيد عرفنا قدر هؤلاء اللعبين وقدرتهم على التمثيل الدولي مسؤولية كبيرة جداً حمدي فتحي النهاردة كان نجم المباراة بلا منازع حمدي فتحي الأكثر تزديداً على المرمى منتخب قطر سبع تزديدات حمدي فتحي كان هو الأقرب لصناعة الفارق وتسجيل أهداف حتى الكرة اللي تم اللي انفرض بها محمد شريف ديئة 86 كانت من صناعة حمدي فتحي حمدي فتحي قدم مستوى غير طبيعي مستوى في مركز 6 أعتقد أعتقد أي حد متابع وأي حد عنده تحليل فني هيعرف أن فيه أمان جداً في مركز 6 في وجود حمدي فتحي وما كانتش مشكلتنا في البطولة العربية هي مركز 6 كما يدعى البعض عشان كده محتاجين اللاعبين بدافعهم أنا شايف اللاعبين وشوشهم مرتاحة نفسياً واضح أنهم عندهم أهداف ومركزين في مباراة السوبر وعارفين أن جمهور النادي الأهلي متعود على التتوجات اللي زي دي جمهور النادي الأهلي منتظر منهم كتير أنت بتخرج من مرحلة لمرحلة تانية خالص لازم تفصل أكيد ده اللي الجهاز تتكلم فيه الجهاز تتكلم فيه أكيد أنت عارفين أديها هميتكو لعبين مؤسرين لعبين دوليين كمان مع النادي الأهلي دايماً بيصنعوا الفارق وزي ما بنقول طول الوقت النادي الأهلي عنده أهداف جديدة كمان أفشا ومحمد شريف السنائي اللي قدامكم دول هم أكتر سنائي نفسياً أعتقد لازم يكونوا جعانين كورة وجعانين أنه هم يثبتوا قدام الرجاء أنه هم في الموعب لأنه هم من أقل الناس بمقارنة بعدد لعب الأهلي اللي كانوا بيشاركوا في دقايق أعتقد هم محتاجين يردوا في الملعب وهم دايماً حاضرين ولكن يقولوا قد إيه هم مؤسرين وقد إيه بيفرقوا ده كان حديث ما بين مسماني وعمر السلية وأنا معجب جداً بشخصية السلية المنتهى الأريحية منتهى الثقة منتهى الهدوء بالتأكيد يا فارس لكنها عايزة أخذ من كلامك عن محمد مجدي أفشا ومحمد شريف برغم أنه هم الأقل مشاركة من وجهة نظرك في عدد دقايق بين نجوم النادي الآلي ولكن هم الأكثر تأثيراً مع كيروش في العشر مورات للعبهم محمد مجدي أفشا ومحمد شريف كل واحد منهم مساهم بأربع أهداف مع كيروش وده الأعلى في منتخب كيروش برغم عدد دقايق الأقل وده بيؤكد أن السنائي سنائي كبير عنده القدرة على صناعة الفارق حتى لو كان عدد الدقايق الأقل لكن أنا هنا مجدي أفشا قادر أنه يتعامل مع طريقة اللعب أربعة ثلاثة ثلاثة على الأقل مجدي أفشا عارف أنه مطالب بدور حتى لو مش دوره هو دور واحد لطلبه لكن ما يحدث مع محمد شريف للأمانة يعني يشتت أي لعب كرة قدم مصرية جناح يمين جناح يسار رأس حربة والتغييرات دي مش بتتم على مدار مباراة ثم مباراة ثم مباراة لا ده حتى جوة المباراة محمد شريف ما بين جناح وما بين رأس حربة أعتقد ده شيء مؤثر بشكل سلبي على محمد شريف إن شاء الله يتخطاه معاه بمستر بيتسو مسماني أعتقد الثقة اللي بين بيتسو مسماني وبين محمد شريف هتنعكس على أداء محمد شريف لأن أكيد وإنت رأس حربة لما بتكون يعني أفضل سنتر فروت في مصر وهداف الدوري وبتروح لمدير فني المنتخب وبتكون أنت مش رقم واحد عنده أو مش المفضل عنده وبيبدأ يغير في مراكزك بالتأكيد ده بيأثر نفسيا وسلبيا على أدائك داخل الموراة إن شاء الله محمد شريف النهاردة يتخطى ركلة الجزاء الضائع عادي جدا كل نجوم العالم ضيعه حجازي النهاردة ضيع ورغم إنه قدم مباراة وبطولة كبيرة أو بطولة كبيرة ومقدمش وراءة لسه الفترة اللي لعبها كانت فترة وليلا لكن قدم بطولة كبيرة حجازي واسمام أمان فإن شاء الله في النادي الأهلي يستعيدوا ثقاتهم التي ربما فقدوها في بعض مباريات المنتخب مع كيروش وأنا واثق في ده أنا متفق معك عشان الأهلي حيساعد على ده بيتسو مسماني حيساعد على ده هساعد على ده كتير جدا لأنه مدرب بيعرف يطلع من اللاعب أفضل ما عنده بيعرف يطلع من أفشة تحديدا أفضل ما عنده وده جزء نفسي مهم جدا دايما بنشوفه